بعد أن أصبح دونالد ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية يبدو أن المؤشرات الأمريكية أنهت الأسبوع على مكاسب قوية إن كنا نتحدث عن أداو جونز نلاحظ ارتفع بأكثر من 4.6% الأسبوع الماضي ونذكر حتى بجلسة السادس من نوفمبر حقق أكبر قفزة بعد الانتخابات منذ 128 عاما حتى بالنسبة لمؤشر S&P 500 نلاحظ أنه أنه الأسبوع الماضي على مكاسب بأكثر من 4.6% اليوم القطاعات التي طبعا استفادت من فوز ترامب كانت قطاعات النفط العملات المشفرة وحتى أيضا قطاعات أخرى منها البنوك حيث أيضا جودمين ساكس يعني ارتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق الأسبوع الماضي هذا كان فيما يتعلق بالمؤشرات الأمريكية بالنسبة لمؤشر الدولار أيضا نلاحظ أنه حقق مكاسب أسبوعية بحوالي 6 أعشار النقطة المئوية وإذلك أيضا بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي من مقدار 25 نقطة أساس اليوم هناك تباين بالأراء ما إذا كان فعلا ستتغير السياسة النقدية سيكون هناك خفض دوتيرة أبطأ لمعدلات الفائدة بعد فوز ترامب أو كما قال باول اليوم السياسة النقدية لا تتعلق بالانتخابات الأمريكية بالنسبة للذهب نلاحظ أنه كان على تراجعات بحوالي 1.8% الأسبوع الماضي هذه التراجعات أتت اليوم بفعل قوة الدولار الأمريكي وبالتالي كان هناك تراجعات الأنصة فقدت مستويات 2700 دولار ولكن هذا لا يعني اليوم أنه لن تستمر البنوك المركزية بشراء الذهب بالنسبة للذهب الرقمي هذه المرة نتحدث عن عملة البيتكوين الأسبوع الماضي كانت على مكاسب قوية بأكثر من 14 في المئة نلاحظ أنه أنصة البيتكوين أو أحرى يعني عملة البيتكوين تجاوزت مستويات 79 ألف دولار هذه المكاسب القوية اليوم طبعا غذتها أراء ترامب التي اليوم تشجع طبعا هذه العملة هو يعمل على إنشاء استراتيجي وطني لهذه العملة وهذا أدى إلى المكاسب على العملات المشفرة من بينها البيتكوين وحتى الإثيريوم اللايتكون والأكس أربي من العملات المشفرة ننتقل هذه المرة أيضا إلى اليورو نيكس المؤشرات الأمريكية كانت على تراجعات بأكثر من 1 في المئة الأسبوع الماضي هذه التراجعات أتت بضغط من أسهم التعدين ولكن أيضا بالمقابل الأسهم الأوروبية العقارات الرعاية الصحية كانت على ارتفاعات ولكن حالة عدم اليقين بالصين والحوافز الاقتصادية غير الكافية أثرت وتؤثر على الأداء المالي لكبرى شركات أوروبا التي ترتكز على الاستهلاك في الصين من المؤشرات الأوروبية ننتقل هذه المرة أيضا إلى الخامات هذه المرة خام براند كان على ارتفاع أسبوعي بأكثر من 1 في المئة الأسبوع الماضي المكاسب اليوم على الخامات أتت بفعل مخاوف انخفاض الإمدادات خاصة بعد أعصار فائل الذي طال خليج المكسيك ولكن طبعا نذكر اليوم الحوافز الاقتصادية الصينية غير الكافية أيضا تؤثر على المخاوف على الطلب وهذا سنرى كيف سيؤثر أيضا على أداء الخامات هذا الأسبوع وطبعا أيضا بعد حسم ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذه كانت من العوامل التي غزت المكاسب على الخامات ومن بينها الخام الأمريكي الذي كان على ارتفاعات بأكثر من 1 في المئة الأسبوع الماضي